ايه ده النائب محمد سعد بدراو شكرا يا رئيس طبعا السادة النواب الأعزاء النهاردة بنشوف قانون مهم جدا يعني تحية طبعا لللجنة الموقرة اللي عملت على هذا المشروع القانون الهام جدا جدا وايضا الحياة كان فيه تعاون من وزارة الاستثمار وعايز اقول لكم ان التلات وزراء الاستثمار اتغيروا عشان نعمل القانون ده يعني نحن على ما عملنا قانون الاستثمار الوزيرة سحر ناصر بقى يا حزاها كويس جات ايه على القانون القانون في مجمله قانون الحياة يعني مميز حل اكتر من 85% من المشاكل اللي كانت موجودة في الاستثمار هناك بعض النقاط العليقة البسيطة ارجو ان احنا وكلنا بنبص على القانون فيه خمس نقاط رئيسية لما تيجي المواد بتاعته بنبص عليها الجزء المتعلق بالمناطق الحرة الخاصة جي النقطة الاولى النقطة التانية مايكانت الاجراءات وهل هتتم فعلا في خلال الوقت القادم ولا لا سجل التجاري والشهر العقاري وغيره النقطة التالتة تخصيص الاراضي وهذه نقطة فاصلة في الاستثمار في مصر النقطة الرابعة الموضوع المتعلق بتحويل الارباح للخارج والنقطة الخمسة ان احنا عملنا مكاتب اعتماد خاصة مكان المجموعة الرسمية فهل هيقدر الموظفين الرسميين اللي يكونوا موجودين في النافذة الاستثمارية يوموا بدورهم واللي احنا هنعمل نظام قطاع خاص اللي هو مكاتب الاعتماد لان احنا مش واسقين مية في المية ارجو في التنفيذ ان شاء الله نكون على ثقة والستاذ النواب يبصوا على هذه النقاط شكرا